بسم الله الرحمن الرحيم. لو حبينا نتكلم على اا اا او ناخد كم المسال على السيستم بتاع السمالتينيس اا اا او جاء الحل السؤال ده كده. عندنا سؤال بيقول ان احنا عندنا تلاتة اكس داش. يعني ايه اكس داش? يعني دي اكس على دي تي. زائد اتنين التلاتة واي داش. نقص اتنين اكس بتساوي الاي بور تي. كمان عندنا الاكس داش زائد الاتنين واي داش نقص الواي بيساوي الواحد. وبعد ما هنخلص اللي هي الواي عند التيب صفر بتساوي واحد. والاكس كمان عند التيب صفر بتساوي واحد. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا لما نبص على سؤال بالشكل ده كده. هنبص للمعادلة الاولى هنلاحظ ان هي في الاكس وفي الواي بهاي المعادلة الاولى في الاكس وفي الواي. والمعادلة التانية ساكن برضو في الاكس وفي الواي. يبقى المعادلة التانية برضو في الاكس في الاخر خالص هيظهر عندنا بتاعنا او بتاعنا مع الاكس او مع الواي هيظهر عندنا اه في الاكس وتو كونستنس في الاي في الواي هما هما نفسهم بالمناسبة يعني الض rogue де او هما اللي هيظهروا في الاي في الاي يعني مش جديدة لأ هي هي نفس الاي اه اتفعنا اول حاجة في الفيديوهات اللي فاتت هنعملها ان احنا هنكتب المعدلة هنمعدلة في شكل بس نجمع الاكسات مع بعضها تبها تلاتة اكس داش نقص الاتنين اكس زائد التلاتة واي داش الكلام ده بتساوي الاي باور تي. وحيكون معنا هنا اكس داش. آآ زائد الاتنين واي داش نقص الواي الكلام ده بتساوي بيساوي الواي. كده احنا خلينا كل واحدة حاجة مع شبيه بتاعها. الاكسات مع الاكسات والواي مع الواي. بعدك نكتب المعادلة الاولى وكتبنا فيها يبقى تلاتة دي ناقص الاتنين بيأثروا على الاكس. زائد التلاتة دي بتأثر على الواي والكلام ده بيساوي المعادلة التانية هيكون عندنا الدي بس بتأثر على اكس. زائد بركة اسمه اتنين دي ناقص الواحد الكلام ده بيأثر على الواي والكلام ده بيساوي الواحد. كده احنا بتاعنا تكتب بشكل دي اوبريتور. طبع دي. وبعدين عايزين نعمل eliminate للـ x أو للـ y نختار الـ x أو للـ y في الفيديوين اللي فاتوا عملنا elimination للـ y المرة ده ممكن نعمل بالنسبة للـ x لو عايزين نعمل elimination للـ x فالمعادلة الأولى هنضربها في coefficient x في المعادلة الثانية يبقى المعادلة الأولى هنضربها في الـ d والمعادلة الثانية هنضربها في coefficient x في المعادلة الأولى اللي هو 3d ناقص الـ 2 الكلام ده هينتج عنه الآتي إن المعادلة الأولى لو انضربت في d يبقى احنا عندنا 3 دي سكويرد ناقص اتنين دي او ممكن نكتبها بشكل عادي. تلاتة دي ناقص الاتنين. كل كلام ده وضروف في الدي بيأثر على الاكس زائد تلاتة دي سكويرد بتأثر على واي والكلام ده بيساوي الدي بيأثر على المعادلة التانية لو ضربناها في الكلام ده يبقى احنا عندنا هنا الدي كانت موجودة وهنضربها في تلاتة دي ناقص الاتنين والكلام ده كله يأثر على اكس زائد اتنين دي ناقص الواحد كانت موجودة هتنضرب تلاتة دي ناقص الاتنين والكلام ده بيأثر على الواي. الكلام ده بيساوي تلاتة دي ناقص الاتنين هيأثره على كام على الواحد. طيب. آآ واضح ان احنا لو قلنا المعادلة اللي فوق ناقص اللي تحت. اللي فوق ناقص اللي تحت. فالترم ده هيتطير مع الترم ده. يتفضل فوق تلاتة دي سكويرد. ناقص او بتأثر على الواي اهو. ناقص. البراكت ده هيكون اسمه ستة دي سكويرد. آآ ستة دي سكويرد. وكمان ناقص الاربعة دي ناقص التلاتة دي زائد الاتنين على اساس ان انا خدت كل تربل في البراكت الاولانية ده ربطه في البراكت التاني. والكلام ده بيستاوي. انا بنقول اللي فوق الدي بتأثر على يبقى بتعملها بالاي باور تي بالاي باور تي. البراكت اللي تحت ده التلاتة دي بتأثر على الواحد يعني بتعمل الواحد يطلع صفر. يتفضل اتنين مضروبة في الايه في الواحد. طيب اللي فوق ناقص اللي تحت تببا بلاس الايه? تببا بلاس الاتنين. ده كلام ز일 فوق. نيجي بعد كده. عندنا ادي بقى احنا. هيكون عندنا ناخد دي كومان فاكتور. يبقى احنا عندنا تلاتة دي وهنا نيجاتف ستة دي سكويرد. يبقى عندنا نيجاتف تلاتة دي سكويرد. وعندنا اربعة دي. ولا ايسف. الدواعة هيكونوا سبعة. دي يبقى سبعة دي. وهنا عندنا اتنين تبقى نيجاتف اتنين. الكلام ده بيأثر على الواي والكلام ده بيساوي زائد الاثنين ودي المعادلة الديفرينشال الاكواجن الاولى اللي هي من وان النون اللي هو اسمه الواي المعادلة دي علشان نحلها هي معادلة عايزين نجيب الحل الهوموجينيس الاول يبقى الواي سي اف علشان نجيبها هنقول لنها عندنا ناجة في تلاتة ام سكويرد زائد السبعة اما ناقص الاتنين. الكلام ده بيساوي آآ بيساوي زيلو. فإحنا عندنا هنا ناقص تلاتة ام. وعندنا ام. وعندنا هنا اتنين وعندنا هنا واحد. وهيكون الاشارة المفروضة بكلهم نيجاتف تبقى الاشارة دهية ودهية ايه نيجاتف. علشان لو جينا نجرب تاني. لو جينا نجرب يبقى تلق نيجاتف ده معده يطلع نيجاتف تلاتة ام سكويرد. وده معده يطلع نيجاتف اتنين. ماشي. والاتنين دهما تيطلعوا. آآ ثانية واحدة كده المفروض. آآ الاتنين دهما تيطلعوا بوزتف ام. ودهما تيطلعوا بوزتف ستة ام. فمجموعهم بوزتف سبعة ام. فإحنا كده شغالين مزبوطة. اللي هيعمل الكلام ده هيستنتج ان احنا عندنا ام من البراكت الاولانية بتساوي واحد على التلاتة. وام من البراكت التاني بتساوي اتنين. يبقى ازا احنا جيبنا الواي سي اف. هتطلع بتساوي الاي باور السي واحد آسف. السي واحد في الاي باور واحد على التلاتة تي. زائد السي اتنين في الاي باور اتنين التي. او واحد ينسوا يكتب اكس. لا. الواي بتعتمد على التي. عايزين نجيب الواي باي. فالواي باي. هنقول الواي باي. ما ظهرتش في الواي سي اف. فيبقى احنا شغلين النوع الاساسي. فتبقى الواي باي بتاعتنا بتساوي واحد على نيجيب التلاتة دي سكويرد. زائد السبعة دي. ناقص الاتنين بتأثر على الاتنين التي. زائد نفس البراكت ده بس بيأثر على كام? بيأثر على الاتنين. البراكت ده بعد ما اثر على حيخش بس يأثر على مين? على الاسمه اتنين. نعمل زوم كده. في الحالة بتاعت الاسمه اتنين هنحط الدي بكام? هنحط الدي بتاعتنا بزيرو. يبقى ده زيرو وده زيرو. فالترم ده يطلع نيجاتيف واحد. لان هيتفضل فوق اتنين وتحت نيجاتيف دين طلع نيجاتيف واحد. وفي الترم ده هنشيل احنا اديه ونحط مكان ها واحد. فيحنا عندنا هنا نيجاتيف تلاتة. السبعة نيجاتيف الاتنين. يتفضل كام? يتفضل عندنا اتنين تحت. يبقى الواي بي اي بتساوي واحد على الاتنين في الاي باور التي وده بالنسبة لنا او ده بيمثل الواي ايه الواي بي اي. ففي الحالة دي هنقول يبقى ازن الواي سليوشن. بيساوي. السي واحد في الاي باور واحد على التلاتة تي. زائد السي اتنين في الاي باور اتنين التي. زائد البرتكلار باح يكون نص الاي باور التي ناقص الواحد. وده كده بيمثل بالنسبة لنا الواي جينرال سليوشن. يبقى نبص في معادلات بالشكل ده كده. او احنا دلوقتي جيبنا الواي عايزين نجيب الاكس. فعايزين نجيب الاكس فهنعمل ايه? عايزين نروح لمعادلة من الاتنين ما يكونش فيها الاكس داش. هنلاحز ان المعادلتين فيهم ايه? آآ فيهم اكس داش. طيب. طيب وبعدين هنلاحز ان المعادلة الاولى الاكس معمول لها مرة والمعادلة التانية معمول لها اكس برضو مرة. فعشان نكنسلهم مع بعض يبقى لازم كوفيشنت بتاع الاولين يكون نفس التاني. هنا معمول لها دريفتف ومضروبها في التلاتة. هنا مع معمول لها دريفتف ومضروبها في واحد. ففاقط هنضرب المعادلة التانية في كام? في تلاتة. يبقى المعادلة الاولة هتكون هيا هيا المعادلة التانية هتنضرب في تلاتة يبقى هنا تلاتة. وهيكون في هنا كام? هيكون في هنا تلاتة. ونجمعهم بقى مع بعض. او هنقول اللي تحت ناقص اللي فوق. لو قلنا اللي فوق اللي تحت ناقص اللي فوق. او اللي فوق مش هتفرق والله كتير. ماشي. اللي تحت. اللي تحت ناقص اللي فوق. فهيتطلع اتنين اكس. زائد التلاتة مضروبة في او التلاتة ده لو انضربت هنا يبقى احنا عندنا هنا كام? ستة دي ناقص التلاتة بتأثر على وي. وفوق هيكون ناقص تلاتة دي. الكلام ده كله بيأثر على وي. والكلام ده بيساوي واحد ناقص الاي باور اتي. فواضح جدا بالنسبة هنا ان احنا عايزين الاكس يبقى اتنين اكس اللي احنا عايزينها. زائد. هنفتح براكت ونكتب هنا كام? هيكون عندنا هنا تلاتة دي. ناقص التلاتة. الكلام ده بتأثر على الواي. الكلام ده بيساوي الواحد ناقص الاي باور اتي. يبقى احنا هنعمل ممكن ناخد التلاتة يبقى هنعمل للواي اللي احنا جبنا لها ونقص منها واي. واحد ناقص. الاي باور تي. فمن هنا نستنتج الاتي ان الاتنين اكس بتساوي. واحد ناقص تلاتة. وهنا براكت. الدي ناقص الواحد. كل ده بيأثر على الواي. ناقص الاي باور تي. هي الواي احنا كنا جايبينها بكاما باش مهندس. ادي الواي اللي احنا كنا جايبين. المعادلة اللي فوق دي بس ممكن نبساطها شوية. تبقى اكس بس اللي انا عايزها بتساوي نص. وافتح براكت كبير. واكتب جواه. واحد ناقص. تلاتة. وافتح براكت. اكتب الواي داش. ناقص الواي. ناقص الاي باور تي. ده الاكس اللي انا عايز. فبقى دلوقتي الواي اهيط. هعمل لها الواي داش. الواي داش بكام. اه الواي داش بتساوي. واحد على التلاتة في السي واحد في الاي باور واحد على التلاتة تي. زائد اللي اتنين في السي اتنين في الاي باور اتنين التي. زائد نص في الاي باور التي. لو قلنا بقى. الواي داش اللي تحت دي. ناقص اللي فوق. فيطلع معانا يبقى اذن ال-X بتساوي. هنا في نص وافتح بركة اكتب جوه. 1-3 وافتح بركة. اللي تحت ناقص اللي فوق. 1-3 pra personnes 1. يطلع ناجت vitamin powder 2-3 في see 1 في ال k1 1-3 t 2-1 يطلع زائد see 2 في ال e power 2 t اللي تحت ده ناقص اللي فوق هيطلع زيروف. بحنا كده خلصنا. الكلام ده ناقص ال-E power الت يبقى كده بالنسبة لنا ال-X of T لو حابلنا بسطها يبقى إذن ال-X of T اللي احنا عايزينها بتساوي 1 على ال-2 وهنا 1 ناقص دخل الثلاثة جوه يبقى زائد 2 في C1 في ال-E power 1 على الثلاثة في الت ناقص الثلاثة C2 في ال-E power ال-E power 2 الكلام ده ناقص ال-E power ونكون بكده جبنا مين جبنا يبقى أنا كده جبت وكده جبت هي فين يا باش مهندس اهه ديت طب انت عايز تكتبهم تحت بعض يا باش مهندس لأنه هو كان بالنسبة لنا إن قات ال-EG الت بتساوي صفر كانت ال-EG بتساوي ال-Y والاتنين كانوا بيساوي كام ال-Z0 طب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه انه هو كان بيساوي الاتنين واحد الكلام ده معناه انه هو عايز يحسب قيمة المعادلة دي لما كانت ضربت في تلاتة معادلة دي لما ضربت في تلاتة المفروض بالرقم ده بيساوي هنا في تلاتة يبقى اذا لما قلنا اللي تحت ناقص اللي فوق بدل ما كانت واحد ناقص ال-X هتبقى تلاتة ناقص ال-X واللي بعدها برضو الكلام ده هيظهر تاني يبقى هنا ده كده بدل ما هو واحد هيكون ايه؟ تلاتة ناقص ال-X طيب وبناء عليه هنا الرقم ده بدل ما هو واحد هيكون اسمه ايه؟ هيكون اسمه تلاتة طيب ايه اللي بعد كده؟ المفروض ان ده هيكون اسمه ايه؟ تلاتة المفروض لما جينا بعد كده جيبنا ال-Y وال-Y داشه وقلنا اللي فتحت ناقص اللي فوق يبقى المفروض آآ الترم ده ناقص ده يطلع ناقص ده يطلع ناقص ده يطلع بوزوتف واحد واحد والمفروض ده ناقص ده هترو مع بعض والمفروض صفر ناقص الواحد يبقى الكلام ده ايه؟ المفروض هنا بلاس الواحد المفروض هنا بلاس الواحد آآ بلاس الواحد ده لو دخلنا الناجاتف تلاتة عليه والمفروض ده كام؟ ده بوزوتف تلاتة آآ الناجاتف التلاتة لو دخلت جوا يبقى الرقم ده ايه؟ هيختفي خالص وبالتالي ده مش هيكون موجود معانا خالص يبقى ده ده كده هيكون لما جينا نكمل وقول ان الاكس تي بصفر يبقى الاكس والوالي اللي اتنين بتساوي كام واحد الكلام ده جيبن بالنسبة لنا عشان نجيب قيمة للس واحد والس اتنين يبقى احنا هنجي نعوض في المعادلة اللي فوق هنقول ان احنا عندنا الاكس بواحد بتساوي فيه هنا نص وافتح براكت واكتب جواه اتنين سي واحد ولما تتيب صفر ده واحد تفضل نيجاتف تلاتة سي اتنين ولما ده بصفر هيتفضل هنا نيجاتف ايه نيجاتف الواحد ماشي طيب وبعد ايه المعادلة التانية هيكون اسمها واحد بتساوي السي واحد بعد كده بلس السي اتنين آآ نقز زائد النص وكمان ناقص اللي ايه ناقص الواحد اللي هو كونستنت في الاخر ده المعادلة التانية المعادلة المعادلة الاولى آآ ممكن نضرب فadyبقى ده كده هيختفي وده كده يبقى كام يبقى بوزلتف اتنين فاحنا هنقول والله ان احنا عندنا كده اتنين سي واحد مارس السي تلاتة الخلام ده بيساوي آآ تلاتة من منين التلاتة في هنا اتنين والنبيase واحد ده هجي هنا يبقى 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 تلاتة. والمعادلة التانية فيها سي اتنى او سي واحد. بلاس السي اتنى. نخد دي سي اتنى. والكلام ده بيساوي اه ده هيكون هناك اتنى نقص نص يبقى تلاتة على ايه? تلاتة على ال اتنى. طيب تلاتة على ال اتنى. المعادلتين ده همت لو احنا جمعناهم مع بعض. هنستنتج ان تلاتة سي واحد بيساوي. تلاتة ديت يعني كام يعني ستة على التلاتة يبقى تسعة على ال اتنى. فمن هنا نستنتج ان السي واحد كمية هتساوي تلاتة على ال اتنى. وبناءا عليه نطلع نعمل او في المعادلة اللي تحت بس. لو المعادلة اللي تحت حطينا مكانها. اه او في المعادلة اللي فوق. لو ضربناها يبقى ازا السي اتنين هتطلع بكام? السي اتنين هتطلع قيمتها بتساوي صفر. خلاص يبقى احنا جبنا قيمة السي واحد والسي اتنين. نطلع نكتب يبقى السوليوشن بتاع الاكس والواي. هيتعدل. نحط القيمة الجديدة. اها. يبقى ازا السي واحد هتكون قيمتها تلاتة على الاتنين وهي اساسا مضروبة في اتنين. يبقى ده اسمه ايه? تلاتة. الترم بتاع السي اتنين ده خلاص. هيختفي خالص. يبقى ده كده السوليوشن بتاع مين? الاكس. والسوليوشن بتاع الواي. هنحط مكان السي واحد. آآ تلاتة على الاتنين. والسي اتنين اساسا بصفر. فحطيه خالص. والكونستانت ده هيجي قيمته او دي هتجي بالشكل ده كده. وبكده نكون خلصنا السوليوشن بتاع المسألة بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله يكون الموضوع مش صعب عليكم. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سلام عليكم.